السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدقانا الكرام اهلا وسهلا فيكم ورحمة فيكم الجديد بلعبة هاي دي وودنا نعرف معاكم بهذا الفيديو اخر المستجدات لحدث رمضان العالمي لطلبات الشاحنة اليوم بصراحة جاتنا اخبار بان الحدث راح يستمر مدة اربع ايام من يوم السبت الى يوم الثلاثة جهزوا مزارعكم خنروح نشوف الزينات الموجودة في مزرعة غريغ يلا نوصل هناك ونشوف نشوف الكثير من الزينات الجميلة اللي تم عرضها وتزين مزرعة غريغ شوف هذه النافورة وكذلك النافورة هذه الثانية اللي بتكون هي جائزة الحدث رمضان العالمي لطلبات الشاحنة كل الزينات سواء كانت حتى الاسوار جدا جميلة طبعا عندي امنية كبيرة بان هايدا يعرضون جميع هذه الديكورات الموجودة نشوف هذه بعد كذلك اللي فيها الطبل القبة وفيها الطبل ما ندري كأنها يعني قبة مسحراتي او كذا ما ادري يعني في بعض البلدان العربية المعروفة ونشوف هذا السرير تقريبا جدا جميل وهذه البركة بركة الماء بالنخلة وعندنا هنا الهلال رمز للهلال وهذه اللي اجمل عند لوحة الطلبات موجود عندنا عادة الهلال والمؤخرة اللي يتم وضعها فوق المآذن كذلك مجملين فيها مزرعة قريغ استقبالا لهذا الحدث العالمي حدث رمضان العالمي لطلبات الشاحنة استعدوا اصدقانا من اليوم حتى تتمكنون من تجاوز الرقم العالمي المعلومية الرقم المطلوب لحدث رمضان العالمي لطلبات الشاحنة مية وثمانين مليون طلب فهو رقم كبير ولهذا السبب راح يستمر معانا الحدث مدة اربع ايام من يوم السبت حتى يوم الثلاثة القادم نتمنى كذلك يتم عرض الزينات اللي شفناها الان في مزرعة قريغ في المتجر الخاص بالمزارع ونقدر نحصلها بكيجات اما نشتريها عن طريق الدولارات بكيجات خاصة بشحن المجوهرات تكون مع المجوهرات او نقدر نشتري بعض الزينات اللي شفناها مزرعة قريغ عن طريق المجوهرات في المتجر او نقدر نشتريهم عن طريق البكيجات واللي تكون عادة مع المجوهرات اوكي ونشوف كذلك حتى البلدة اللي موجودة بمزرعة قريغ نشوف الخيمة هذه الجميلة ونشوف طاولة الضيافة الخيمة ونشوف هذا تقريبا مكان خاص لصنبور الماء العربي المعروف هذه كذلك الزينات تم عرضها وموجودة في مزرعة قريغ في البلدة اتمنى كلكم التابعون وخلونا كذلك نشوف الطائر اللي هو طائر النعام اللي تم اضافته كذلك مؤخرا للعبة فهو موجود كذلك في المحمية في محمية مزرعة قريغ تقدرون تطلعون عليها يا جبالية الطائر طائر النعام اتمنى الجميع يقدرون يحصلون على قطع اللغز المطلوبة في كتاب قطع اللغز ويستفيدون منها احنا نستعد اصدقانا لحدث رمضان العالمي للطلبات الشاحنة وين استعداد كامل ب تشغيل الالات اليوم والانتاج الكثير من المنتجات اللي راح نحتاجها لتغطية طلبات الحدث لطلبات الشاحنة نحتاج الكثير ونحاول نستعد ونحاول نكون احنا جزء من المساهمين بانجاح هذا الحدث ونجيب العدد المطلوب وهي مئة وثمانين مليون طلب للشاحنة في هذا الحدث اتمنى نتوفق لانه يعتبر رقم كبير وكلنا نطلع للحصول على الجائزة او الديكور الموجود والمطلوب لهذا الحدث خلوني بعد كذلك اشوف الكثير عندي من الطلبات والمنتجات اللي جهزها لطلبات القد خليني اشغل الآلات اصدقان الليلة بيكون عندنا بث للعبة هاي دي وبيكون عندنا سحب جوائز للفائزين من متابعينا الكرام اتمنى الغير مشتركين ويدهم يحضرون معنا البث ويدهم يشاركون معنا كذلك للسحب للجائزة هذه بانهم يشتركون في القناة لان الجوائز مخصصة فقط للمشتركين ما تقدر تستطيع تدخل معنا في السحب حتى تكون في المحادثات عندك المكانية ترد علينا لما يتم سحب الاسم لا تنسونا اصدقانا كذلك التعليقات لجميع الفيديوهات اللي تم نشرها خلال الفيديو خلال لجميع الفيديوهات التعليق على جميع الفيديوهات اللي تم نشرها خلال الايام الماضية هي اللي راح يتم اختيار واحد من هذه الفيديوهات ويتم السحب عليه من موقع سحب الاسامي لجائزتنا واللي راح يكون فيها تقريبا ست فائزين شحن فارمباس او شحن مجوهرات احنا اليوم غيرنا بعد ما كان في في البث الماضي بان يتم الغاء شحن الفارمباس الكامل واستبداله بشحن فارمباس عادي وهذا اللي راح يتم اصدقانا ولكن راح يتم تعويض جائزتين شحن الفارمباس الكامل باربع جوائز يضاف لها الجائزتين الثالث والرابع يكون عندنا ست جوائز اصدقانا لا تنسون الليلة في عندنا بث للعبات هذه والسحب اتمنى التوفيق يحالفكم جميعا اصدقانا بالفوز هذه الليلة معانا في البث والان استودعكم الله ومع السلامة